شهر واحد كان كافيا لكشف الحقيقة المرة الامم المتحدة شركة الاسد ارموزي حكمه في قتل السوريين هذه الحقيقة تجلت بعشرات الفضائح التي تكشف اتباعا وكان اخرها واخترها توظيف المنظمة الاممية ابنة احد اكبر مرتكبي جرائم الحرب في سوريا حجم الفضيحة دفع سيناتورا كبيرا في مجلس الشيوخ الامريكي وهو مايكل ماغول للتعليق عليها والتحذير من ان تكون الامم المتحدة اداة بيد اسد لتحقيق مكاسب شخصية مايكل ماغول الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الامريكي اكد ان اسد رغم انه يدير امبراطورية مخدرات تقدر بمليارات الدولارات لا يزال يرنو بنظره نحو المساعدات الدولية للاستلاء عليها وحرمان المتضررين منها كما اضاف المسؤول الامريكي ان اقارب كبار شخصياته في ميليشيا اسد المتورطين بانتهاكات حقوق الانسان يعملون بمكاتب الامم المتحدة ويشاركون بشكل مباشر في وضع خطط الاستجابة لزلزال المسؤول الامريكي وجه اصابع الاتهام نحو الامم المتحدة بمساندة ميليشيا اسد وحملها مسئولية تجاه المانحين لضمان عدم قيام اسد واعوانه باي دور في توزيع المساعدات الدولية كي لا يسمح له باستغلال معاناة الشعب السوري لتحقيق مكاسب شخصية او سياسية الزلزال المدمر كشفها شاشة الامم المتحدة في سوريا وتغلغل نظام اسد في مفاصلها وتحكمه بها من خلال امور كشفت عن بعضها صحفا عالمية وما خفي ربما يكون اعظم